اهلا وسهلا بكم في برنامج explain مجموعة من برامج التفقيف الصحي التي يقدمها محهد التفقيف الصحي الرائد في تعزيز الصحة التفاعلي يحوي هذا الفيديو معلومات طبية عامة لا تقوم مقام المشورة الطبية من طبيبك او من مقدم الرعاية الصحية اذا كانت لديك اسئلة تتعلق بحالتك الصحية فيجب عليك مراجعة الطبيب او مقدم الرعاية الصحية استئصال الرحم مقدمة استئصال الرحم هو الحل الامثل لبعض الحالات الصحية التي تضر بصحة المرأة ضررا بالغا استئصال الرحم هو الاجراء الجراحي الذي يتم فيه ازالة الرحم قد ينصح مقدم الرعاية الصحية مريضته باستئصال الرحم واذا نصح مقدم الرعاية الصحية مريضته باستئصال الرحم فان قرار اجراء عملية استئصال الرحم او رفضها يعود اليها ايضا يساعد هذا البرنامج التثقيفي المريض على فهم منافع ومخاطر عملية استئصال الرحم بشكل افضل التشريح تشمل الأعضاء التناسلية الامثوية على المهبل الرحم قناتا فالوب المبيضان توجد هذه الأعضاء في الحوض بين المثانى والمستقيم للمبيض وظيفتان رئيسيتان الوظيفة الأولى هي انتاج هرمونات خاصة مثل الاستروجين والبروجسترون ان هرموني الاستروجين والبروجسترون هامان في تنظيم الوظيفة الثانية للمبيضين وهي وظيفة الاباضة او اطلاق البويضات اللازمة للتكاثر ويعمل هرمونات الاستروجين والبروجسترون ايضا على تهيئة البطارة الداخلية للرحم لتقابل الحمل حين يطلق المبيض بويضة فانها تسير عبر قناة فالوب الى الرحم حيث يمكن ان تلقح اذا لم تخصب البويضة فانها تطرح مع بطانة الرحم الى خارج الجسم خلال الطمف شكل الرحم يشبه الاجاصة وطوله حوالي 7 تساط مترات ويتألف من ثلاث طبقات تدعى الطبقة الداخلية بطانة الرحم وحين لا يحدث الحمل ويكون المبيضان سليمين فانه يجري طرح بطانة الرحم والبويضة الى خارج الجسم مرة كل شهر وهذا ما يسمى الطمف حين يقترب سن الياس تصبح الدورة الشهرية غير منتظمة ثم تتوقف في النهاية يبدأ سن الياس حين يتوقف المبيضان عن انتاج الهرمونات واطلاق البويضات اذا حملت المرأة يبقى الجنين في الرحم حتى الولادة الرحم قابل للتمدد اكثر من حجمه العادي بكثير ان الطبقة العضلية الوسطى في الرحم تولد تخلصات المخاض التي تؤدي الى ولادة الجنين تسمى الطبقة الخارجية من الرحم الطبقة المصرية يسمى الجزء الاسفل من الرحم عنق الرحم يمفتح عنق الرحم على المهبل والمهبل يمفتح على الخارج بين الاحليل اي فتحة المثانة والمستقيم يثبت الرحم في مكانه بفضل اربطة متخصصة تحمي هذه الاربطة الرحم من الهبوط في المهبل تقع المثانة امام المهبل والرحم وتفرغ الكليتان البول في المثانة بواسطة امبوبين هما الحالبان تقع الامعاء والمستقيم فوق وخلف المهبل والرحم الأعراض وأسبابها هناك حالات صحية كثيرة قد تستدعي استئصال الرحم فيما يلي وصف لبعض هذه الحالات ويخبر مقدم الرعاية الصحية مريضته عادة عن الحالة التي تنطبق عليها هناك حالات تؤدي الى نسف طمثي غزير يمكن ان يؤدي الى خسارة كمية كبيرة من الدم ويمكن ان يحدث ايضا مع الدورة الشهرية مخص شديد وشعور بالاضطراب في البطن ان الاورام الحميدة في الطبقة العضلية من الرحم والتي تعرف باسم الاورام الليفية يمكن ان تسبب نزيفا شديدا يمكن ان تكبر هذه الاورام وتسبب مخصا وألما وضغطا على الاعضاء المجاورة يمكن ايضا ان تصاب بطانة الرحم اضافة الى المبيضين بالسرطان يمكن ان ترتخي الاربطة التي تثبت الرحم في مكانه اي ارتخاء حوضي ما يؤدي الى انزلاق الرحم في المهبل وهذا ما يسمى هبوط الرحم يمكن لبطانة الرحم ان تنمو بشكل غير طبيعي في جوف البطن تعرف هذه الحالة باسم الانتباد البطاني الرحمي ويمكن ان تسبب تنذبا وألما خلال الجماع او عند التغوط كما يمكن ان يتسبب الانتباد البطاني الرحمي بحدوث نزيف في البطن العضال الغدي حالة تتغلغل فيها بطانة الرحم في الطبقة العضلية من الرحم تسبب هذه الحالة ألما ومخصا ونسفا غير طبيعي يمكن ان تمتد العدوى التي تصيب الرحم او قناتي فالوب الى جوف الحوض مؤدية الى حالة تسمى الداء الالتهابي الحوضي وهذه العدوى تنقل عادة بالممارسة الجنسية غير الشرعية وقد يسبب هذا الداء ألما شديدا برعاية محهد تثقيف المرضى www.patient-education.com اكثر من خمسة آلاف من مقاطع الفيديو والبرامج التفاعلية العلاجات البديلة يمكن ان يلجأ مقدم الرعاية الصحية الى بعض العلاجات البديلة قبل ان يوصي باستئصال الرحم وذلك حسب الحالة الصحية للمريضة هناك حالات مرضية يمكن ان تستجيب للعلاج بالهرمونات من هذه الحالات النصف الطمثي الغزير والانتباذ البطاني الرحمي وهناك حالات تتحسن بعد سن اليأس فعلى سبيل المثال يمكن ان تنكمش الاورام الليفية الرحمية بعد سن اليأس بسبب غياب هرموني الاستروجين ولكن هناك حالات مثل سرطان عنق الرحم او سرطان بطانة الرحم يكون استئصال الرحم هو العلاج الامثل لها وفي حالة السرطان يمكن ان يوصي مقدم الرعاية الصحية باستئصال الرحم والانسية التي حوله مع العقد اللنفية المحيط به بعد استئصال الرحم تفقد المرأة القدرة على الحمل لذلك من المهم جدا مناقشة الموضوع مع طبيب الامراض النسائية قبل الجراحة اذا كانت السيدة ترغب بالحمل في المستقبل لا يؤثر استئصال الرحم على المشاعر الجنسية يمكن استعادة النشاط الجنسي في غضون اسابيع ويمكن ان تصاب المرأة بالامراض التي تنقل عن طريق الجنس وذلك عبر الممارسة الجنسية غير الشرعية الإجراء هدف استئصال الرحم هو التخلص من الرحم واحيانا قد يضيف مقدم الرعاية الصحية الى استئصال الرحم استئصال احد المبيضين او كليهما مع قناتي فالوب ايضا وهذا ما يسمى استئصال الرحم والمبيضين والبوقين يمكن ان تتم عملية استئصال الرحم من خلال جدار البطن وتعرف عند ذلك باسم استئصال الرحم عن طريق البطن ويمكن ان يتم استئصال الرحم من خلال المهبل ويعرف عند ذلك باسم استئصال الرحم عن طريق المهبل في حالة استئصال الرحم عن طريق البطن يمكن اجراء شق عمودي او شق عرضي وهذا ما يعرف بشقي البكيني ويشفى كلا الشقين بشكل جيد دون تشكل ندبة كبيرة وسوف يتحدث مقدم الرعاية الصحية مع مريضته حول نوع الشق الذي سيعتمده في العملية اما عند استئصال الرحم عن طريق المهبل فتكون الشقوق داخل المهبل ولا تكون ظاهرة على الجسم وهناك طريقة اخرى لاستئصال الرحم عن طريق المهبل وهي تعتمد على ادخال مناظير داخل البطن اثناء استئصال الرحم عن طريق المهبل تعرف هذه الطريقة باسم استئصال الرحم عن طريق المهبل بمساعدة تنظير البطن في هذه الحالة قد يكون لدى المريضة شقوق صغيرة على البطن بعد ان يصل الجراح الى الحوض يتم استئصال الرحم وقد يقرر الجراح استئصال المبيضين والبوقين ايضا ويضع الجراح عادة اثناء عملية استئصال الرحم قفطرة في المثانة لتفريغ البول وبعد ان تستيقظ المريض من التخدير تنكث في المستشفى بضعة ايام حتى تستعيد عافيتها المخاطر والمضاعفات ان عملية استئصال الرحم امنة للغاية ولكن مع ذلك هناك بعض المخاطر والمضاعفات الممكنة وهي مستبعدة الحدوث للغاية ولكنها يمكن ان تحدث ويجب ان تعرفها المريضة تحسبا لحدوثها فاذا كانت المريضة تعرف هذه المخاطر والمضاعفات فقد تستطيع ان تساعد مقدم الرعاية الصحية على اكتشافها في وقت مبكر يتعلق قسم من المخاطر والمضاعفات بالتخدير ويتعلق القسم الاخر باي نوع من الجراحة تشمل المخاطر المتعلقة بالتخدير وهي ليست محدودة على النوبات القلبية والسكتات الدماغية والالتهابات الرئوية وسوف يناقش طبيب التخدير مع المريضة هذه المخاطر بالتفصيل يمكن ان تتشكل خسرات دموية في الساقين تظهر الخسرات عادة بعد بضعة ايام من العملية تسبب الخسر تورما والما في الساق يمكن ان تتحرر الخسرات الدموية من الساقين وتصل الى الرئتين حيث تسبب ضيقا في النفس والما في الصدر وقد تسبب الموت احيانا يحدث ضيق النفس دون سابق انذار من المهم للغاية ان تخبر المريض مقدم الرعاية الصحية باي من هذه الاعراض حال حدوثها ان القيام من السرير بعد وقت قصير من استئصال الرحم يمكن ان يقلل من خطر تشكل الخسرات في الساقين هناك مخاطر توجد في اي نوع من الجراحة هي اولا العدوى سواء كانت عميقة او على مستوى الجلد ثانيا النزف خلال العملية او بعدها وهذا قد يتطلب نقل الدم ثالثا نضبة على الجلد قد تكون مؤلمة او قبيحة الشكل هناك مخاطر ومضاعفات تنجم عن عملية استئصال الرحم تحديدا وهي نادرة ايضا لكن من المهم معرفتها ففي حالات نادرة يمكن لاعضاء الحوض والبطن ان تصاب بالاذى خلال العملية ولاسيما اذا كان في البطن تندبات كثيرة بسبب عمليات سابقة او بسبب الانتباذ البطاني الرحمي او الداء الالتهابي الحوضي من النادر جدا ان يتأذى الحالبان وهم الانبوبان اللذان يفرغان البول من الكلية الى المثانة او ان تتأذى المثانة نفسها ولكن اذا حدث هذا فقد تستدعي هذه الحالة اجراء عملية اخرى وقد ينتهي الامر بخسارة احدى الكليتين في حالات نادرة للغاية يمكن اصابة الامعاء والاوعية الدموية الامر الذي يستوجب عملية اخرى وفي حالات نادرة جدا يمكن ان تتأذى بعض الاعصاب الصغيرة في الحوض مما قد يسبب ضعفا في الحس في الاعضاء الجنسية وفي حالات نادرة يمكن ان ينجم عن ذلك خلل في الوظيفة الجنسية يمكن ان تحدث فتوق في عملية استعصال الرحم عن طريق البطن ولكن هذا امر نادر في حالات نادرة يمكن ان تحدث بعد استعصال الرحم ممرات غير طبيعية بين المثانة والمهبل او بين المستقيم والمهبل بسبب التندب وهي تسمى نواسير مثانية مهبلية ونواسير مستقيمية مهبلية على التوالي وقد ينجم عنها تصرب البول او الغائض من المهبل وهذا قد يستدعي عملية جديدة بعد العملية بعد عملية استعصال الرحم يتم نقل المريض الى غرفة الانعاش لبضع ساعات بعد غرفة الانعاش تنقل المريض الى غرفتها في المستشفى ويبلغها مقدم الرعاية الصحية بالمدة التي يجب ان تقضيها في المستشفى وهذا يعتمد على صحتها وعمرها وعوامل اخرى يوضع انبوب في المثانة من اجل تفريغ البول وتتم ازالته قبل مغادرة المستشفى توضع حشوة من الشاش في المهبل خلال استعصال الرحم وتزال عادة بعد بضعة ايام من الطبيعي ان تخرج من المهبل رشوحات دموية لمدة تصل الى عشرة ايام ستحتاج المريض الى وضع فوة صحية لبضعة اسابيع بسبب النسف المهبلي والرشوحات التي يكون لونها بنيا وسيقدم مقدم الرعاية الصحية تعليمات اضافية للمريضة فيما يخص الاستحمام والاكل قبل الخروج من المستشفى على المريضة ان تمشي حتى تنشط دوران الدم في الساقين لمنع تشكل الخطرات الدموية فيهما مع تحسن المريضة تتم ايضا زيادة كمية طعامها بالتدريج بعد الخروج من المستشفى على المريضة ان تتجنب حمل الاوزان او الانحناء ريثما تشفى جروحها يبلغ مقدم الرعاية الصحية المريضة بالزمن اللازم لشفاء الجروح تماما ويحدد متى يمكنها العودة الى العمل يعتمد هذا الزمن على عمر المريضة ونوع عملها وحالتها الصحية اضافة الى عوامل اخرى يمكن ان تستأنف المريضة نشاطها الجنسي في غضون ستة اسابيع لا تؤدي عملية استئصال الرحم الى تغير الوظائف الجنسية لدى المرأة من المرجح ان تحرر عملية استئصال الرحم المريضة من العلم المزمن الذي كانت تشعر به من قبل ولن تحدث لدى المريضة دورة طمثية بعد العملية اذا استئصل المبيضان مع استئصال الرحم وكانت السيدة لم تبلغ سن اليأس بعد فمن الممكن ان يناقش الجراح معها مسألة العلاج عن طريق تعويض الهرمونات اما اذا لم يستأصل مقدم الرعاية الصحية المبيضين مع الرحم فان الاعراض السابقة للحيض لا تتغير بعد العملية يجب ان تتصل السيدة بمقدم الرعاية الصحية اذا ظهر لديها بعد استئصال الرحم حمى مفرزات مهبلية كريهة الرائحة مفرزات تخرج من الشق الجراحي الم حاد في الطرف السفلي اي اعراض اخرى غير مألوفة اذا اعجبك هذا الفيديو الرجاء الاعجاب والمشاركة لمشاهدة فيديوهات مشابهة يرجى الاشتراك في القناة الخلاصة ان عملية استئصال الرحم جراحة امنة جدا وناجحة ويمكن ان تكون حلا ايجابيا لكثير من الحالات المرضية الخطيرة التي تصيب الاعضاء التناسلية الامثوية وتسبب الالم والنسف قد تحدث بعض المضاعفات ان معرفة المريضة لهذه المضاعفات تساعدها على اكتشافها في وقت مبكر اذا حدثت شكرا لاستخدامكم برنامج اكس بلين متشهر المتقدم شهر ومار longue